السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير السيارة اللي معنا اليوم سوبرتان مودين 2015 ظهرت رسالة على الشاشة يجب إصلاح مساعد التوقف إذا كانت باللغة الإنجليزية راح تظهر رسالة سيفس بارك أسست تم فحص السيارة بالكمبيوتر وظهر معنا كود يدل على أن العطل في الجهة الأمامية في الحساس الأوسط من جهة اليمين هذا النوع من السيارات يحتوي على كنترل موديول اسمه بارك أسست كنترل موديول مهمته أنه مرتبط مع شبكة السيارة اللي هي الكامل كومينيكيشن وأيضا مرتبط مع الحساسات الأمامية والخلفية لذلك في حال حدوث خلل في أي من هذه الحساسات مباشرة راح يتوقف النظام عن العمل لكي لا تكون هناك نقاط عميان فعلى سبيل المثال لو أحد الحساسات تعطل راح يتوقف النظام وإن لم يتوقف فلربما يعرضك للخطر لأنه جزء من المنطقة المفترض أنه يغطيها لا يستطيع السيطرة عليها بعض أنواع السيارات للأسف لا تحتوي على كنترل موديول لهذا النظام مرتبط مع شبكة السيارة بالغالب تكون تم تركيبها ليست من مصمع السيارة إنما تم تركيبها بعد صنع السيارة يعني من الآخر تسليك خالجي هذا النظام أصبح له شأن عظيم في السيارات الحديثة فعلى سبيل المثال مرتبط بأنظمة الوقوف التلقائي لا يمكن أن يعمل نظام الوقوف التلقائي بدون ارتباط هذه الحساسات بشبكة السيارة السيارات التي تحتوي على أنظمة تم تركيبها للأسف في حال حدوث خلل في إحدى هذه الحساسات لا تستطيع فحصها بالكمبيوتر ويجب فحصها يدويا لتحديد الحساس التالف نصيحة الحلقة احرص قدر الإمكان على أن تكون جميع الأنظمة والإكسسورات الموجودة بسيارتك هي من تصميم المصنع وليس تم تركيبها لاحقا أتمنى لكم الفائدة ادعمونا بنشر المعرفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أحمد الحربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر